ما هي أبخل الدول في العالم؟ في البداية البلد الأكثر كرماً وعطاءاً في العالم هي إندونيسيا فقد احتلت أكبر دولة إسلامية الصدارة لست سنوات متواصلة أما أبخل الدول فنجد في المركز الخامس الهند الهنود من أكثر الشعوب التي تحب تمرير الثروة من الآباء للأبناء ولهذا يقترون في صرفها لدرجة شراء النسخ الرخيصة جداً من الأشياء في المركز الرابع لدينا السويد بسبب التضخم وغلاء الأسعار أصبح السويديون من بين أكثر الشعوب بخلاً حيث أن معدل شراء المنتجات المحلية انخفض 11% أما ثالثاً نجد سويسرا بالرغم أن سويسرا تعتبر من بين أقوى الاقتصادات في العالم إلا أن شعبها يعتبر من بين الأكثر بخلاً فسويسريون يفضلون ادخار الأموال على شراء المنازل ويعتبرون أقل الشعوب امتلاكاً للعقارات في أوروبا ثانياً نجد فرنسا تقول منظمة التعاون والتنمية بأن الاقتصاد غير المستقر للبلاد قد دفع الأسر الفرنسية للدخار أكثر من 15% من دخلهم وانخفاض نسبة الاستهلاك إلى أكثر من 20% أما الدولة التي احتلت المركز الأول هي الصين تتعدد الأسباب والمبررات ولكن ورغم محاولة حكومة الصين بناء اقتصاد يعززه الاستهلاك المحلي فالصينيون يوفرون 30% من دخلهم فقد صنف الشعب الصيني كونه أقل الشعوب مساعدة للغرباء وأقل الشعوب تبرعاً للمال ليكتسبوا بذلك لقب الشعب الأكثر بخلاً ترجمة نانسي قنقر